النهاردة هنرجع مع بعض قواعد الوحدة الرابعة بالصف الثالث الثانوي اول درس عندنا في الوحدة هو التحدث عن وسائل المواصلات اهم ما في الدرس ده هو الافعال اللي تستخدم مع وسائل المواصلات الفعال الاول هو التندر ينتظر وعندك طبعا التصريف بتاعه المفروض ان احنا نعرف التندر ازاي نستخدمه فهو ايه؟ نستخدم او يستخدم بعده اداة او صفة اداة او صفة امام وسائل المواصلات ناخد مثال يعني هم ينتظرون الباس يبقى بعد الفعال التندر جاءت اداة التعريف ل تاني يعني هم ينتظرون هذا الباس صفة اشارة هم ينتظرون هذا الباسبه بعد التندر تأتي يأتي محدد ايه هو المحدد؟ صفة اشارة اه صفة ملكية اداة تعريف اداة تنكير كل دول اسمهم محددات يبقى ينتظر يأتي بعدها محدد الفعال التاني هو بروندر يعني يأخذ ويأتي بعد بروندر محدد برضو مين هو المحدد؟ اداة اشارة اداة صفة ملكية اداة تعريف اداة تنكير وهكذا طيب ناخد مثال على بروندر نو برينو لبوس نحن نأخذ الباس او نو برينو سبوس نحن نأخذ هذا الباس طيب الفعل بها مونتي مونتي يعني يصعد يعني يصعد ممكن يصعد السلم وايضا يصعد يعني يركب جوة وسيلة مواصلات نأخذ مثال المونت دان لمترو المونت دان لمترو يعني هم يصعد يعني هو يصعد في المترو يعني يصعد جوة يعني يركب جوة يبقى مونت يأتي بعدها دان دان يعني في او في داخل نأخذ مثال ثاني الفعل ينزل ينزل اللي هو ديساندر يبقى عندنا مونتي يصعد ينزل ديساندر ديساندر بقى فيها شغل شوية ديساندر يعني ينزل لو انت بتنزل في مكان بتقول المكان بس بتقول كلمة في و كلمة في عندنا هي ا و اخواتها اللي هو ممين او و الا و الا بستخف فنقول جو دساند على غير ديساندر انا انا انزل في محطة الباس طب ينزل بقى ينزل من وسيلة المواصلات من كلمة من اللي هي دو و اخواتها اللي هي دو و دو لابستخف 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 المسافرون ديساندر ديساندر ينزلون من الكطار هنا الكطار مفرد نذاكر لابستخف Eduardo او ا امام وسيلة المواصلات الفرق بين و egg عندما يكون وسيلة المواصلات سنركب تدرك و او كت bak مساء المعبive ال سو د bricks يعتنقل في الباص مثال ال السو د 49 وهو يتنقل بالموتوسيكل أو على الموتوسيكل ملحوظات حرف الجر 1 يأتي مع بعض وسائل المواصلات التي يركب داخلها مثال حرف الجر 1 يأتي مع بعض وسائل المواصلات التي يركب عليها مثال على الدراجة على الموتوسيكل على الحصان على العجلة مثال يعني هو يتنقل على الدراجة حرف الجر باع يعني ب أو بواسطة يأتي بعدها محدد عرفنا قبل كده المحدد هو أداة إشارة صفة إشارة صفة ملكية أداة تعريف أداة تنكير مثال مثال يعني أنا أذهب إلى المدرسة بواسطة الباصي بعد كلمة يأتي محدد يمكن أن نستخدم حرف الجر 1 مع الفيلو ومع الموتو إذا كنا نركب جواها يعني لو الدراجة أو الموتوسيكل متقفلين نركب جواها فنستخدم معهم حرف الجر مثال إلسو دوبلاسة هو يتنقل في الموتوسيكل يعني ايه في الموتوسيكل معناها أن الموتوسيكل ده متقفل وبيتركب جواه طيب ملحوظة كمان يمكن استخدام حرف جر A قبل كلمة P عند الحديث عن الزهاب إلى مكان ما يعني لما تقول أنا بذهب على الأقدام تقول A P لما تقول أنا بذهب ماشي تقول A P مثال أنا أذهب إلى المدرسة على الأقدام اللي هو بمعنى ماشي طيب ملحوظة كمان يمكن استخدام وسائل المواصلات يمكن أن تسبق وسائل المواصلات بمحدد وغير مسبوكة بحرف جر مع بعض الأفعال عند التغيير أو عند التعبير عن الميلة أو الرغبة يعني أنا بقى مش بستخدم محددات اللي هي أداة إشارة صفة إشارة صفة ملكية أداة تعريف أداة تنكير ما بستخدمش المحددات دي اللي أنا كنت بتكلم عليهم هنا ليه ما بستخدمهمش لما بيكون في أفعال الرغبة إيه أفعال الرغبة اللي هي بتعبر عن حب أو كره لوسيلة المواصلات اللي هو يحب أدريه يعشق بخيف يا غيه يفضل يكره ساعتها بعد الأفعال دي أستخدم أداة التعريف كده على طول مثال Il préfère le train هو يفضل L كتار Il déteste l'avion هو يكره L طائرة كمان بيستخدم حرف الجرى 1 مع المعدات الرياضية التي نرتديها في الأقدام المعدات الرياضية اللي بنلبسها في رجلينا دول بستخدم معهم ON هارف الجرى ON ملحوظة مهمة جدا مثال أن سكوتر يعني أراكب على السكوتر و مركبه في رجلية ان سكات اللي هو لغة التزلج يعني بلواح التزلج ان غولار اللي هو حزاء التزحلق اللي هو بعجل من تحت في النعل فيه عجل ان ان باتان حزاء التزلج اللي هو حزاء المخصص للجليد حزاء اللي بيبقى من تحت منه في النعل كده عبارة عن اللوح معدني بيزحلقنا على الجليد طيب مثال يعني أنا أذهب إلى المدرسة يعني بالسكوتر بالسكوتر على أساس أن أنا مركبها في رجلية طيب بعد كده بنلاقي الحدف والهدف منه يعني مثلا بنقول بخانغ لباتو نأخذ المركب ليه علشان أو عندما عندما فار ونروسية لما نعمل رحلة بحرية أو نيلية مثال الثاني نجد أن نأخذ الطيور عليه عندما نريد أن نذهب إلى الخارج طيب نأخذ الأوتوبوس أو البس أو الأوتوبوس علشان سوديplacer en ville طيب خانغ لتنقل في المدينة طيب خانغ لتوكار أو الكار اللي هي السايارة أو السايارة أو السايارة المصورة اللي هي شاباتوكتوكدي علشان سوديplacer اللي هي نجد لتنقل بين المدينци اللي هي إستااص인데 ن Informe المحطة ليه 來بد someplace اللي هي نجد المركب نرح لمحطة الباس له حشان نقل للتنقل طيب تعليق على مطار ليه لنأخذ الطيارة. طيب. اذهب الى البور اللي هو المرسة الميناء يعني. لنأخذ المركب. نذهب الى المحطة لنأخذ الكطار. وكمان وده جون. ليه بنحط كسكة اللي هي الخوزة? وده جون اللي هي الجونتيات. علشان سود بلاستيق او موتو. علشان نتنقل بالموتوسيكل. طبعا اللي بيبقى راكب موتوسيكل بيبقى لابس خوزة واحيانا كتير برضو بيبقى لابس جونتي. فاحنا بنلبس الكسكة الخوزة والجونتي علشان نتنقل بالموتوسيكل. وبرده تنفع ان نتنقل بالعجل او البسيكلات. طيب. ناخد الممشا بتاع العجل ليه? عشان نتنقل بالدراجة. ملحوظة بيقولك ان احنا بنستخدم عند الاجابة نستبدل فاع بالحدث نفسه. يعني ايه الكلام ده? بيقولك مثال. نجد ان نأخذ المركب. عندما نعمل او لما نريد ان نعمل نعمل ايه? اه رحلة بحرية. يبقى احنا بناخد المركب. علشان ايه? علشان نعمل لازم نستخدم الفعل فاع رحلة نيلية. فاحنا هنا في الفعل الاول في الجملة بخندخ مش هنستخدم بخندخ تاني. احنا بناخد المركب علشان نعمل رحلة. بالنسبة لقواعد الدرس التاني من الوحدة الرابعة. اول الحاجة بتقابلنا هو حرف الجر شي. شي يعني عنده. ويأتي بعد شي اسم علم واسم عام وضمير توكيب. الاسم العلم يعني اسم الشخص. فنقول جو في شي بيير. انا اذهب عنده بيير. ده معنى ايه? معنى ان جو في على ميزون دو بيير. انا اذهب عنده منزل او الى منزل بيير. طيب بعد كلمة شي يأتي اسم معاقل او اسم عام معاقل. مثال. انا اكون فين عنده الطبيب. عنده الطبيب معناها ايه? ان انا في عيادة الطبيب. بعد كلمة شي يأتي ضمير التوكيد. دمائر التوكيد اللي هي زي موات والويلر. وهكذا. مثال. جورست الشمواء. مو يعني انا. جورست الشمواء يعني انا قعدت في مكاني. في بيتي. اللي هي ايه? جورست او ماميزون. انا ارتحت او بقيت في منزلي. تمام? طيب ملحوظة. اللي ا و اللي شي. اللي ا يعني يذهب الى. اللي شي يذهب عنده. خلي بالكم ان اللي شي يذهب بعدها يأتي العاكل. اللي ا يأتي بعدها غير مكان. والمكان طبعا غير عاكل. ناخد مثال. الفا الافارماسي. هو يذهب الى الصيدلية. طب لو انا بدل الصيدلية. عايز اقول الصيدلي نفسه. اقول. الفا الافارماسي. عند الصيدلي. تمام? يبقى بعد قلي ا يأتي مكان. بعد قلي شي يأتي اسم عاكل. طيب. بعد قلي ا يمكن ان يأتي اسم لعبة. اسم اللعبة ده. يقصد به مكان اللعبة نفسه. فنقول. جو في وباسكت. انا اذهب الى السلة. ده مش معناه ان انا اذهب الى لعبة كرة السلة. ولكن معناها انا اذهب الى مكان لعبة كرة السلة. وطالما مقصد او مقصود بها المكان. انا بشيل الباسكت واحط بدلها اي جي خيج عادي جدا. فاقول. جي في. جي في. جي في. انا اذهب الى هناك. لان الباسكت هنا مش رياضة. هي مكان لعب الرياضة.